هؤلاء الأطفال يستعدون لأخذ قصة من القيلولة في روضة الأطفال الخاصة بهم بالرغم من هذا التقصي الاعتيادي للأطفال في تايوان إلا أن دراسة حديثة أظهرت أن أطفال هذه البلد الشرق أسيوية لا ينعمون بقصة كافة من النوم الدراسة وجدت أن معدل ساعات نوم الطفل في تايوان يبلغ 9 ساعات و 26 دقيقة في الليلة الواحدة وهذا أقل من نظرائهم من الأطفال في أمريكا والذين يحصلون على قصة من النوم بمعدل 10 ساعات ونصف أو الأطفال الأستراليين والذين ينامون لـ 13 ساعة يوميا بروفيسور لومينغ أجرت بحثا حول ارتباط نقص النوم لدى الأطفال بمدى تركزهم في الدراسة الكثير من الأهل يجهلون عدد ساعات النوم التي يحتاجها أطفالهم فيتركونهم ينامون متأخرين كالبالغين مما يحرمهم من الحصول على قصة كافة من النوم معظم الأهل التايوانيين الذين قابلتهم يواجهون صعوبة في شعل أطفالهم يخلدون للنوم باكرا أطفال ينامون بعد التاسعة إذ يقومون بواجبهم المدرسي ويشاهدون التلفاز لذا من الصعب أن يناموا لـ 9 ساعات أفيدتي تذهب للنوم متأخرا مع والدتها الأمر الذي يقلقني حول تأثير ذلك على نموها الوقت بعد منتصف الليل ولا يزال هناك أطفال يتجولون في هذا السوق مع عائلاتهم لقد وجدت الدراسة أن الأطفال من العائلات الأقل دخلا عادة يبقون يقضين حتى ساعات متأخرة أكثر من نظرائهم من الطبقة الوسطى كما وجدت الدراسة أيضا أن ذلك مرتبط بطبيعة عمل الوالدين والذي عادة ما يكون لوقت متأخر هذا المركز واحد من العديد من المراكز المنتشرة في تايوان للمساعدة في حل مشاكل النوم حيث يؤكد الأطباء أن النوم في ساعات متأخرة لدى البالغين ظاهرة منتشرة في تايوان وهو أمر يكتسبونه في طفولتهم النوم غير الكافي عادة ما يسبب لدى الأطفال عدم التركيز وزيادة في الحركة لكن الكثير من الأهل لا يدركون ذلك فالبعض من مرضان البالغون كان لديهم عادة نوم سيئة منذ طفولتهم بعد أن حصلوا على قصة من النوم أصبح هؤلاء الأطفال منتعشين وأكثر استعدادا لنشاطات المساعد لكن تزايد القلق من تأثير نقص النوم في فترة الحضانة على نموهم وتطورهم بعد هذه الدراسة دفع الكثير من الأهل والخبراء إلى الأمل بأن تشكل نتائجها حافزا لتغيير عادة نوم الأطفال في تايوان بحيث يحصلون على قصة كافة من النوم ترجمة نانسي قنقر